في هذا المثال سوف نتعرف على كيفية إدراج وتنسيق التاريخ Date والوقت Time إلى الخلايا. فنضغط بالمؤشر على الخلية التي نريد إدراج التاريخ إليها لاختيارها. ثم نضغط على مفاتيح الإختصار Control و 1 من لوحة المفاتيح. ومن المربع الحواري Format Cells نختار لوحة المتغيرات Number. ثم نختار Date. وكما نرى أن البرنامج يوفر لنا أنواع مختلفة من التنسيقات التي يمكننا استخدامها لكتابة التاريخ. فنختار التنسيق الذي نريده ونضغط OK. ثم نقوم بإدخال التاريخ في الخلية المختارة. وبصرف النظر عن الطريقة التي سوف نستخدمها لإدخال التاريخ. فعند الضغط على المفتاح Enter من لوحة المفاتيح، سوف يقوم البرنامج بإعادة صياغة التاريخ باستخدام التنسيق الذي قمنا باختياره من المربع الحواري كما نرى. وإذا أردنا إدخال التوقيت إلى الصفحة، نختار الخلية التي نريد وضع التوقيت بداخلها. ونضغط على المفاتيح Ctrl و 1. ومن لوحة المتغيرات Number، نختار Time. وكما نرى أن البرنامج يوفر العديد من أنواع تنسيقات التوقيت. فنختار التنسيق الذي نريده، ونضغط OK. ثم نقوم بإدخال التوقيت إلى الخلية بأي تنسيق. ونضغط Enter. وكما نرى أن البرنامج يقوم بإعادة صياغة التوقيت باستخدام التنسيق الذي قمنا باختياره في المربع الحواري السابق. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر